تكاليف باهظة تصل إلى أكثر من 9 ملايين دينار سنويا وبمجموع درجات ضئيلة أبرز ما يحتجه الطالب للحصول على شهادة جامعية ما تسبب بتراكم في أعداد الخريجين مع غياب لفرص العمل والتي لا يحصل عليها إلا من يمتلك الواسطة أو المحسوبية حصل الوظيفة هو اللي عنده المحسوبية واللي عنده الواسطة نقدر نتكلم باللغة الدارجة اللي عنده ظهر قوي هو اللي ديروح اليوم نشوفه إحنا يخرج كذا كلية يشتغل في غير تخصص اليوم فرصة العمل بالعراق تقتصر على المحسوبية وعلى الواسطة مثل ما نقدر نقول رغم كثرة الكليات الأهلية وتنوعها إلا أنها لم تحقق غالبا جودة في التعليم تضاهي التعليم الحكومي حسب ما يقول أساتذة الجامعات لدينا ملاحظات كثيرة عن بعض المؤسسات التعليم الأهلي هناك نوع من عدم الالتزام وعدم الاهتمام بمستوى التعليم بمستوى الكفاءات العلمية واستقطاب الكفاءات العلمية اثنيا بالدوام أيضا وكثير من الطلبة يحاول أن يذهب إلى الكليات الأهلية لتحقيق النجاح عدم التزام بعض المؤسسات التعليمية الأهلية بقوانين التعليم العالي أفقدها هويتها الرصينة قبل أن تصبح دكاكين لامتصاص أموال العراقيين حسب مختصيهن من بغداد يمير خفاجي ألسو مريقا ترجمة نانسي قنقر